لسه الغرب يتكلم في مسألة العقوبات ومدى نجاعتها في أن يقف بوتين أو تواجه الدول الغربية بوتين هل العقوبات الغربية يمكن أن تضعف قدرة بوتين على التحرك؟ في شك كثير حوالين مدى تأثير العقوبات مهما بلغ حجمها ومهما بلغ أنها تشمل أمور عديدة تخص الاقتصاد الروسي على تغيير السلوك الروسي اللي احنا شفنا ملامحه في العملية العسكرية اليوم بل بالعكس في بعض الخبراء الغربيين يقولون أن هذه العقوبات الاقتصادية سترتد بالسلب على الاقتصادات الغربية وهضرب مثال على أمرين الأمر الأول حضرتك النهاردة سعر برميل النفط وصل لـ 105 دولار حضرتك من ثلاثة يام كان 92 سعر الغاز الطبيعي اللي روسيا بتصدر تقريبا 40% من احتياجات أوروبا ارتفع بنسبة 30% التأثيرات الاقتصادية دي حتأتي في وقت كان بالفعل الاقتصاد الأمريكي والاقتصادات الأوروبية بتعاني حضرتك من ارتفاع في معدلات التضخم احنا شفنا في الولايات المتحدة الأمريكية حضرتك أنه إزاي البنك المركزي الفيدرال ريزيرف في الشهر القادم هيرفع سعر الفايدة لكبح جماح التضخم في بريطانيا كان في مظاهرات حضرتك في بريطانيا في مدن بريطانية ضد غلاء المعيشة ألمانيا بالرغم أن ألمانيا أمس قررت التصريح النهائي بتشغيل حضرتك أنبوب نورد ستريم تو لكن هي علقته لم تنهيه فالعقوبات أنا أتفق مع تقدير العديد من الخبراء الغربيين أن العقوبات حقيقة قد تؤثر بطريقة على الاقتصاد الروسي لكن الاقتصاد الروسي النهاردة أصبح أكثر قوة خصوصا أن روسيا والصين النهاردة بدأوا منذ ثلاث سنوات أن هم يبتدوا يعملوا حضرتك نظام مدفوعات خاص بيهم بحيث يحييدوا الدولار في معاملاتهم التجارية ده يقودنا أنه في أي على المستوى النظام الدولي أي عملية بهذا الحجم بيبقى ليها تأثيرات ممكن نرصدها الوقت حالا لكن حضرتك على المدى المتوسط والمدى البعيد بيبقى ليها تأثيرات حتى لفرض العقوبات الاقتصادية لا يستطيع أن يقرأها الآن من ناحية أخرى أن أنا تقديري وخصوصا للموقف الأمريكي صراحة الرئيس جو بايدن والمفروض يتكلم كان مفروض يتكلم بينطلق فيه الرئيس بايدن بيحاول يوظف الأزمة الأوكرانية لخدمة إدارته وخدمة الإدارة والحزب الديمقراطي في الداخل الأمريكي استعدادا لانتخابات التجديد النصف الرئيس جو بايدن نسبة الشعبية بتاعته في آخر استطلاع وصلت إلى 33% وبيقال أن ما فيش رئيس أمريكي قبل التجديد النصفي نسبته فناخد يعني الوقت برضو فيه حاجة أحب أو شيء إله إذا سمحتولي نحن أمام انقسام في المعسكر الغرمي ما بين ما أسميه الدبلوماسية الأنجلو أمريكية وبين الدبلوماسية الأوروبية بفرنسا وألمانيا فرنسا وألمانيا الدبلوماسية الأنجلو أمريكية بتحاول تحتوي الاتحاد الأوروبي وتقطع الطريق على الاتحاد الأوروبي من أي علاقات متميزة مع روسيا ومع صين ومن ناحية أخرى حضرتك بتحاول أن هي هي اللي تبقى المسيطر والموجه لسياسة الناتو وسياسات الاتحاد الأوروبي ليس فقط في المحيط الأورو أطلنطي لكن كذلك في المحيط ما يعرف باسم الاندو باسيفت المحيط الهندي والمحيط الهادي الرئيس بايدن طبعا يعني بيحاول يعود الانخفاض في شعبيته عن طريق الرؤساء الأمريكيين معروفين أن هم حضرتك أما حضرتك أن هم بيحاولوا دايما يبينوا لولايات المتحدة الأمريكية أن هي the leader of the free world أن هي زعيمة العالم الحر وأن هي اللي بتدافع عن القيمة الديمقراطية وهي اللي بتدافع بيستخدموا الوقت تعبير دايما يقولوا the rule based order يعني النظام الدولي القائم على قوانين بالرغم أن هم أول ناس بتنتاج هذه القوانين ما هو قال لهم بوتين النهاردة قال لهم جاب لهم القصف على غوزلافيا على ليبيا يعني أنا النهاردة حررتك أما تيجي تأمن هو إيه الفرق؟ يعني طبعا فيه فرق كبير لكن ما هو النهاردة ما أمريكا في مارس 2003 ما هي حطمت الجيش العراقي وغزت الجيش العراقي وبعدين فيه حاجة تانية طبعا حضرتكو أتمنى توافقوني عليها تلاحظ حضرتك في الدعاء الغربية العغادية هو لا يتكلموا على روسيا هم يتكلموا على بوتن زي ما يتكلموش على العراق يتكلموا على صدام حسين وزي ما يتكلموش على مصر يتكلموا على جمال عبد الناصر يعني هو بياخد زعماء يشيطنهم يشيطنهم أمام الرأي العام الغربي وأمام شعوبهم عشان هو مش الهدف مش الأشخاص الهدف تحقيق أهداف استراتيجية تحقيق السيطرة الكاملة على أقاليم بعينها في الحالة اللي احنا قدامنا دي الحالة اللي احنا بإزاءها هو عايز يسيطر على العالم ترجمة نانسي قنقر